ناقش اجتماع برئاسة وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي الترتيبات الخاصة بتدشين المراكز الصيفية للعام 2024 المقرر انطلاقها بداية الشهر القادم وخلال اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري وعضاء لجنة المراكز الصيفية أكد المخلافي أهمية فتاح المراكز الصيفية في المحافظة ورعاية الشباب والاهتمام بهم والحفاظ عليهم من الوقوع في الأفكار الضالة والمتطرفة باعتبارهم نصف الحاضر وكل المستقبل وضف الدكتور المخلافي أن الواجب يحتم علينا الحفاظ على الشباب ودعم هذه الأنشطة والبرامج الصيفية التي تنمي القيم والتعاليم الإسلامية السمحة وقدرات الشباب ومواهبهم وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والمقترحات لما من شأنه القيام بدور المراكز الصيفية الإيجابي في تربية وتوجيه الأجيال على مبادئ الوسطية والاعتدال تدال